الحديث إذن عن مدى مصداقية اعتصام الميليشيات الموالية لإيران على الحدود أمام منفذ طرابيل بين العراق والغدن للتنديد بالعضوان السيونية على غزة وسط اتهمات لمحور إيران بالتراجع لعدم توسيع المعركة في غزة معنا عضو اللجنة العليا الميثاق الوطني العراقي دكتور يحيى السنبل مرحبا بكم دكتور يحيى أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين الكرام حياكم الله بكتور كما تعلن أكثر من 200 كم تقريبا هي حدود الميليشيات الإيرانية مع الكين الصوني في كل من سوريا ولبنان ولكن لماذا إذن اختارت هذه الميليشيات منفذ طرابيل بين العراق والأردن لتعتصم في هذا المكان اختيار الميليشيات للحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية يأتي وفق توجيه إيراني لأن إيران تلعب دور من أجل كسب أوراق المنطقة وليس من أجل تحرير القدس لذلك هي شكلت ما يسمى فيلق القدس ولكن هذا الفيل قتل من المسلمين وخصوصا من العرب السنة عشرات الآلاف ولم يقتل إسرائيليا واحدا لذلك فإن إيران تلعب بهذه القضية لاستلام ورقة المنطقة لتفاوض بها عن مصالحها وليس من أجل غزة وليس من أجل فلسطين وإلا كان الطريق سالكا لها لو أرادت بصدق أن تقاتل إسرائيل أو الكيان الصهيوني لذهبت إلى جنوب لبنان أو ذهبت إلى الجولان ولكنها اختارت هذا المكان من أجل شعارات زائفة وكاذبة ومن أجل أيضا تحميل الأردن بعض الأسباب التي لن يسمح لهذه الميليشيات بالدخول إلى الأردن للتخريب وليس من ضرب هذا هو ما تعمل عليه الميليشيات التي تنصاع إلى الأوامر الإيرانية وتعمل وفق الأجندة الإيرانية لامتلاك أوراق المنطقة من أجل مصالحها وليس نصرة لفلسطين ولا نصرة للقدس ولا نصرة للأقصى بالحديث دكتور يحيى أيضا عن الجنوب اللبناني برأيكم إلى أي مدى أسقط خطاب حسن ناصر الله زعيم ميليشيا حزب الله في لبنان رمزية ما كان يسمى محور المقاومة يعني إلى أي مدى يخدم هذا التخاذ الرغبة أمريكا بعدم توسيع معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في غزة ما تريده أمريكا عدم اتساع رقعة الصراع هو ما تؤكده على الاستفراد بغزة وبشعب غزة المقاوم والتي تمارس أو يمارس الكيان الصهيوني أشد أنواع الإجرام للانتقام من النساء والأطفال في وقت ينهزم في ساحة الميدان وتدمر آلياته ويرتد على أعقابه لذلك فإن خطاب حسن نصر الله الذي ارتضى قبل عام أو أكثر أن يكون حارسا لبئر الغاز في البحر الأبيض المتوسط بئر قانا للغاز التي تملكه شركة العال الإسرائيلية والذي أصبح حارسا عليه بعد أن فرط بحقوق الشعب اللبناني بالتنازل عن أكثر من 45 كيلومتر عمق في البحر لصالح إسرائيل لا يمكن لهذا الشخص أن يكون مقاوما ولا يمكن أن يحمل شرف الدفاع عن فلسطين مطلقا لأن هذا الرجل الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء في العرب السنة سواء في العراق وفي سوريا وفي غيرها هذا هو مجرم حرب ولا يمكن أن يكون أبدا مقاوم للكيان الصهيوني أو أي لجهة استعمارية بل على العكس هذا هو من يحاول أن يعمل وفق الإختباط الإيراني لامتلاك الورقة وللحديث عن مقاومة فارغة وكاذبة في وقت قد انكشف زيفه من خلال هذا الخطاب وقد سقطت عنه ورقة التوت التي كان يتغطى بها عند السذج بأنه يقاوم إسرائيل وإنه يسعى من أجل تحرير فلسطين ولكن الحقيقة قد بانت الآن بعد هذا الخطاب فهو يريد التحكم بلبنان أرضا وشعبا من أجل المصالح الإيرانية ومن أجل المفاوضات سواء مع الكيان الصهيوني أو مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق التوسع الإيراني على حساب المنطقة العربية وهذا هو المعلوم عن ما يقوم به حزب الله وما تقوم به كافة الأذرع المسلحة في الأقطار العربية التي تعمل ضمن أوامر إيرانية أيضا في أقل من دقيقة إن سمحتم ماذا عن تراجع مقتدى الصدر عن موقفي في الدعوة إلى الاعتصامات إلى أي مدى يشير أن هذا الأمر مخطط له لتوسيع دائرة النفوذ الإيراني أيضا في الأردن مقتدى الصدر لا يمكن أن يخرج عن إطار التوافقات الإيرانية الأمريكية التي فضحها ترامب عندما قال بأن إيران تأخذ الإذن من أمريكا عندما تريد أن تقصف القواعد العسكرية الأمريكية وهذه فضيحة كبيرة لذلك إن مقتدى الصدر هو ضمن هذه الجوقة التي تديرها إيران وقد أعلن عن انسحابه أو تراجعه عن إقامة أي اعتصامات خوفا أولا على نفسه لأنه لم يقب بأي عمل إلا ويتراجع عنه بمجرد شعارات فارغة وكاذبة وهو من مكن هؤلاء الفاسدين أو عمل على استمرارهم في التسلط على الشعب العراقي لذلك لا يمكن أن يرتج أي خير من هؤلاء ولا يمكن أن ينالوا شرف الدفاع عن القدس أو فلسطين أو الأقصى شكرا جزيلا لك أيضا عضو اللجنة العنية الميثاق الوطني العراقي دكتور يحيى السنبل